ملاك بيراميز مبدئياً بحسب معلوماتنا أبدوا غضبهم الشديد من مستوى حكم لقاء مازينبي لارية بسبب تجاهولي احتساب ضرب الجزاء صحيحة لفيستو ميلي وكانت النتيجة وقتها التعادل السلبي بين الفريقين ملاك بيراميز حملوا البرتغالي جيمي باتشيكو آه بجد مش بتاريق يعني ما غلطتش وأصدأ قول مثلاً يوريشيتش وكتبنا باتشيكو لا هم قالوا انه هو السبب بسبب الخسارة اللي كانت قدام نواذيبو 2-0 في موريتانيا اللي النهاردة بنفس النتيجة نواذيبو خسر 2-0 في موريتانيا بس من سانداونز خسر مش كسب فهم قالوا باتشيكو هو السبب هو اللي خسرنا هو اللي طلعنا من البطولة ملاك بيراميز أجروا اتصالاتهم مع البعثة وطلبوهم بغلق صفحة دور الأبطال والتركيز على بطولة الدور العام وأكدوا لللاعبين أن نتيجة المباراة لا تعبر عن مستوى الفريق وأن اللاعبين قدموا أداءاً جيداً طيب وقالوا أن هم هيفتحوا أول فرع ليهم في إطار التعاون ما بين مصر والإمارات في مشروع رأس الحكمة اللي تم الإعلان عنه قسمياً خلال الساعات الماضية من جانب الحكومة والدولة المصرية بالتعاون ما بين مصر والإمارات بيراميزة هيفتح فرع أول هناك لكن بعد ما يرجع المهندس ممدوح عيد لكن اللي أنا عايز أقوله لكم ده مش رد فعل معلن لكن الحقيقة رد فعل يبين لك أن النتائج ستستمر بشكل سلبي في بيراميز تحليلي أنا يعني لأنه لا حتى لو الحكم السبب في ضربة الجزاء مش منطقي أبداً أن اللعيبة يتطبطب عليها ويتقول لها معلش اللعيبة دي تغيبت تلاتة في الآخر خسروا تلاتة وودعوا دور الأبطال من دول المجموعات لا طبعاً يتقلهم أنتوا يحشين أنتوا سيئين يلاموا يعنفوا يخصم منهم مش يتقلهم معلش الحكم هو السبب باتشيكو هو المشكلة لأن مش باتشيكو بس أكيد هو المشكلة هارد لك لبيراميز وإن شاء الله القادم أفضل على مستوى بطولة دوري أبطال أفريقيا إذا عادوا إليها لأنه دلوقتي بقى دخلوا منافسة جديدة لكن طبعاً كده رسمياً لن يشارك في كأس العالم للأندية 2025 من مصر إلا الأهلي ليه؟ لأنه كان الأمل الوحيد أن يكون مع الأهلي فريق مصري هو أن بيراميز يكسب النسخة دي فيشارك في 24 ثم يشارك في 25 وهذا لم يتحقق فذلك لن يتحقق فذاك لن يتحقق ماذا قال يوريشيتش بعد الخسارة؟